استقبل معبر رفاح البري أكثر من 30 مصابا لعلاقهم بالمستشفيات المصرية التي خصصت لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين كما شهد المعبر دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة كما يواصل مطار العريش استقبل طائرات المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة حيث استقبل المطار طائرة قادمة من تركيا بها أطنان من المساعدات الإغاثية للمزيد من المتابع معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك اليوم في العريش بعد التحية اليوم بالطبع كانت هناك زيارة لوفد من البافد برلماني من دنماركي لدى مدينة العريش استقبلهم محافظ شمال سيناء وطلعوا على حجم المساعدات التي تتم هنا سواء في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر أو حتى أمام معبر رفح البر وتم إطلاعهم من قبل مسؤولي الهلال الأحمر المصري على المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والحجم الهائل من الشاحنات الموجودة في مدينة العريش وبدوره أشهد الوفد بكل هذه الجهود المصرية ليس فقط الإنسانية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة ولكن أيضا الجهود السياسية والدبلوماسية التي تدعو دائما إلى السلام وإلى وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة هذا يستمر بالطبع بالتزامن مع الجهود التي تتم سواء في مطار العريش أو حتى في معبر رفح البر لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية وكنا نرى اليوم المجهود الكبير الذي يبذل من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري بمشاركة كل الجهات والمنظمات المجتمع المدني المختلفة التي تقدم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فيما يتعلق بتفريق الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وبها عدد من الأطنان وكما تحدثتم عن الطائرة القادمة من تركيا وهي حجم مساعدات مقدم من منظمة الهجرة الدولية 48 طن من المواد الإغاثية والبطاطين المختلفة تم حملها إلى مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي لتجهيزها وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة لدخولها إلى معبر رفح الذي لا زال يواصل دخول المساعدات الكبيرة المصطفى أمام المعبر نتحدث اليوم عن دخول 188 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 22 شاحنة إلى منفذ العوجة بالإضافة إلى أن المعبر أيضا لم يتوقف لحظة عن استقبال الجرح والمصابين وتقديم كل الدعم الإنساني والصحي لهم بمجرد وصولهم إلى معبر رفح نتحدث عن أن المعبر اليوم حتى هذه اللحظة استقبل 36 مصابا بالإضافة إلى 72 مرافقا لهؤلاء المصابين بالإضافة إلى استقبال عدد من مزدوجة الجنسية ودخول أيضا ست شاحنات وقود نتحدث عن أربع شاحنات لألجاز وشاحنتين لأسولار هذا بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من شاحنات المساعدات الموجودة في مدينة العريش والتي تذهب إلى معبر رفح تبايا لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين الدعم المصري لم ولن يتوقف ربما أيضا حجم المساعدات المصرية الأكبر والأقوى وسط كل المساعدات التي تقدم تنفيذا بالطبع لتوجهات القادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش